قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار مرحبا مشاهدين هذه اهم عنوين اخبار اليوم تصريح تاريخي من المغرب امين عدلي بعد تأهل فريقه الى نهائية دورية الاوروبية الكافة تنهي المداولات لتعلن عن قرارات تأديبية قوية ضد الاتحاد الجزائري بسبب المغرب واناتة بركان بعد فشله في الدورية الانجليزية عملاق ايطاليا يستغل الفرصة لخطف نجم المنتخب المغربي كبار الدوري السعودي يضعون مبالغا كبيرة لاجل تعاقل مع اناحي في الصيف والان الى التفاصيل لكن من قبل ما تنساش انترجام الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصلك انتلول اخر الاخبار عبر امين عدلي الدولي المغربي ومهاجم بير لذيركوزان الالمانية عبر عن سعادته البالغة بالاداء المتميز الذي يقدمه فريقه في الموسم الكروي الحالي خاصة بعد التأهل الى نهائية دورية الاوروبية على حساب فريق روما ليتاليا ففي تصريحات صحفية عقب مباراة الاياب للدور النصف النهائية اكد عدلي على اهمية الجانب الذهني والتركيز العالي الذي يحافظ عليه الفريق مما يساعدهم على عدم الاستسلام والمضي قدما في المنافسات وضف عدلي ان المباراة داداروما كانت شديدة الصعوبة نظرا لقوة الخصم مشيرا الى ان فريقه قدم اداء جيدا رغم التأخري في النتيجة وتمكن بشكل مذهل من العودة وتشجيل هدفين وتابع بان التأهل الى النهائية هو الهدف الاكبر الذي كانوا يسعون اليها واصفنا الوصول الى هذه المرحلة دون هزيمة بانه امر يكاد يكون جنونيا خصوصا بعد ان تعادلوا في اللحظات الاخيرة من المباراة واختتم عدلي تصريحاته معلنا ان الفريق سيحتفل بالتأهل الان لكنهم سيعودون سريعا للتركيز على العمل من اجل الفوز باللقب الاوروبي مؤكدا على طموح الكبير الذي يحدو الفريق لتحقيق جميع اهدافهم وخلال هذا الموسم شارك امين عدلي في 38 مباراة مع بيرليفر كوزان في جميع المسابقات المحلية والاوروبية حيث سجل 9 اهداف وقدم 11 مريرة حاسمة اشارت تقارير صحفية الى ان نجنة الاندباط التابعة للكفدرالية الافريقية لكرة القدم تعتزم اصدار قرارات تأديبية بخصوص حالتين انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائرية من مبارتي ذهاب واياب نسف نهائي كاسالكافة ضد نهدة بيركان ومن المقرر ان تعلن هذه القرارات يوم الاربعاء المقبل وخلال الايام القليلة الماضية درست اللجنة الملف وتستعد الان للكشف عن قرارها في هذه القضية التي اثرت اهتماما واسعا في اوساط الاعلامية القرية والدولية لا سيما بعد الاسباب التي قدمها الجانب الجزائرية والتي اصفت بانها سخيفة والمحت مصادر مطلعة الى ان العقوبات المحتملة قد تشمل غرامات ريادية ومالية على الفريق الجزائرية والاتحاد الجزائري لكرة القدم بسبب رفضهم المشاركة في المبارتين الحاسمتين مما تسبب في خسائر مادية وتسويقية للكونفدرالية الافريقية للغبة وفي سياق متصل كان اتحاد العاصمة قد اعلن عن رفضه مواجهة نهدة بركان في المبارتين بسبب قميص الفريق المغربي الذي يحمل خريطة المغرب وهو ما ادى الى احتجاز الاقمسة المغربية في المطار من قبل السلطات الجزائرية اذ ان المسؤولون في الاتحاد الجزائرية حاولوا تقليد وتصوير الاقمسة الرسمية للنادي المغربي وكانت لجان الاندية في الكاف قد منحت الاذن لنهضة بركان بارتداء الاقمسة نفسها خلال المباريات مما دفع لاعلان خسارة الفريق الجزائري للمبارتين بسبب امتناعه عن اللعب وعدم استجابته لتعليمات ومرسلات الهيئة الكروية القارية وقد رفضت محكمة تحكيم الدولي لغاء قرارات لجنة الاندية والاستئناف بالكاف الذي يبقى على اجراء المباراة النهائية للمسابقة في موعدها المحدد معلنة ان ستنظر في القضية وفق المسترة العادية بعد نهائي كأس الكنفدرالية الافريقية المقرر يوم التاسع عشر من ما يلجاري في القاهرة اشارت تقارير صحفية ايطالية بما في ذلك الصحفي المعروف نيكولو تشيرا اشارت الاهتمام ندائس هميلان الاطالية بالتعاقد مع اللاعب المغربي سوفيان امربد ووفقا لهذه التقارير يبدو ان نادي مونشستر يوناتد لن يستغل خيار الشراء المتاح في عقد اللاعب الذي يقدر بعشرين مليون يورو مما يتيح الفرصة لنادي ميلان للتفاوض معها خلال فترة الانتقالة الصيفية المقبلة وكان سوفيان امربد قد انتقل الى مونشستر يوناتد في بداية الموسم الجاري قادما من نادي فيورنتينا على سبيل العارة ومع ذلك لم ينجح اللاعب المغربية في ترك بصمة كبيرة او اقناع المدرب الهولندي الكتنهاج بقدراتها حيث امضى معظم الوقت على مقاعد البدلاء طوال الموسم يجدب الدولي المغربي عزد انحي اهتماما متزهيلا من عدة اندية في الدوري السعودية الممتاز حيث تبدي هذه الاندية رغبة قوية في التعاقد معها خلال الانتقالة الصيفية المقبلة وقد اعربت ثلاثة اندية سعودية بارزة وهي اتحاد الجدة والاهل والنصر اعربت مؤخرا عن اهتمامها بالتوقيع مع انحي ووفقا لتقارير الوردة من السعودية تستعد هذه الاندية لتقديم عرض ماليا يصل الى حوالي 20 مليون يورو لضم اللاعب المغربية ومن جهتها اصبحت ادارة نادي مارسيليا الفرنسية منفتحة على فكرة بيع انحي بعد موسم شهد تدبدبان في مستوعدائها حيث ان انحي شارك في 35 مباراة مع اولمبيك مارسيليا هذا الموسم سواء كأساسيا او كاحتياطية وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة هذا ويذكر ان عزد الانحي كان قد لفت الانظار اليه بشكل كبير خلال مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب بلادها الامر الذي سهل انتقاله من نادي انجيل فرنسية الى مارسيليا في شتاء العام الماضي اثار السي بعد محمد صلاح من قائمة المرشحين لجائزة افضل لاعب في الموسم اثار السي انعاربا بين جماهيري لفيربولا الانجليسية حيث يعتبرونه واحدا من اكثر اللاعبين تعرضا للظلم في عالم كرة القدم العالمية ففي هذا الموسم تم ترشيح ثمانية لاعبين للمنافسة على لقب افضل لاعبين في الدورية الانجليسية وهم ايرلينغ هالند وفيل فودن من منشستر سيتي ومارتين اوديغارد وديكلان رايس من ارسونال واولي واتكنس مهاجم وستون فيلا ونظري اليكساندر ايساك من يوكاسل وفيرجيل فانتايك من ليفيربول وكولبالمر من تشيلسي وعبر موقع روسينذا كوب المعني باخبار ليفيربول عن الاحباط الذي يشعر به محب والنادي بسبب التغاضي عن اداء صلاح المميز هذا الموسم معتبرين الامر تجاهلا غير مبرر وذكر الموقع من المؤكد ان صلاح لن يكون سعيدا بعد هذا التجاهل الذي وجهه في نهاية الاسبوع على الرغم من تقديمه اداء ستنائيا طوال الموسم فهو للأسف يعتبر من اللاعبين الذين يعانون من الظلم في عالم كرة القدم واضاف الموقع مدافعا عن صلاح يبدو ان البعض لا يقدر حقا مستوى صلاح الذي قد يراه البعض متراجعا قليلا هذا الموسم لكنه يظل من ابرز اللاعبين في المنافسة ولا يتفوق عليه في سباق المساهمات التهديفية سوى كولبالمر وإن لينج هالند وأولي واتكنس الذين تم ترشحهم جميعا بينما تم السبعاتهم ترجمة نانسي قنقر